أحد يجمع بعدين يعرف منه العدو يصنف العدو ويصنف منه الوطني ومنه المواطن ومنه المخلص ومنه الخائن وقطعاً عندنا منين يجي نشوف ذلي خالق في المنطقة ما يقد حد يهرب على أن نحن ضحية سراع جيوا سياسي بين دولتين واحدين قال لها المغرب وواحدين قال لها الززاير والززاير قبضتنا كحطلة قبضتنا كراس حربة في محاولة صراعها مع المغرب والله حساباتها والله 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 ياسر مشي لذلك عدو يا ابو يا الكبير بالنسبة لي أنا هو ذاك اللي هربت عنه قطع عني هربت سابق هربت التالية جاي للمغرب هربت عن العدو هربت عن المغرب وهربت عن اسبانيا وقستر ببوليساريو ولا أنا نادم على مشيتي لها خاصة على أني واحد من المناضي لها الأوائل واللي قطع عني واللي قدمت فيها الظروف كان يزيشي العمل الفردي المقدم ياسر من ذاك الرجالي لذلك انت قاعد دونه تناطح تناطح مما سي عناك بقرونك شوف اللي حال بين أهل الصحراء هذه خمسين سنة مع تحقيق أدنى أدنى وأبسط أبسط شي نقالوا مكاسب في هذا الجايسة ذا المشروعي لعادل لي خالق هي الززائر الززائر هي اللي منعتنا الززائر هي اللي كونت سابقة تمنعنا الززائر هي اللي دخلت على الخط مع ليبيا ومنعت ليبيا على انها تتم تجيب دعمها مباشر وحولته شهر وهران شهر ميناء وهران شهر غير وماذاك وهو كان يمبج من الخير اللي عقب ماشى 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 لانه جامل هك وتبالكم عهد السراليك عند أكبر مسؤول في الززائر وأكبر مسؤول في البوليسالي من المرتزقتهية إلى أدنى مسؤول إلى ذاك اللي وزع عند الهلال ويدل الغرفة الززائر هي اللي حرمتنا من ترابنا منين اللي مرقت منها موريتان الززائر هي اللي حرمتنا من تدخل إسبانيا لصالحنا والفرض خياراتها الززائر هي اللي لوات فايمات اللجنة التنفيذية وقالت أهلو اللي يراه إلا تم خالق اللي يطيع حكم في مشكلة إذن مزروح لكن تومى نعدلو بكم لو بغيتوا وهذا هو اللي واسع على أن يرقق بخليهن ويرقق بخطري ويرقق بحمل بشير ويرقق بسوريا مد أحمل إبراهيم ويرقق بذلك الدنيا كاملة اللي كانت تكون الكورتس والجمعية وكونوا البونس واللي كانت إسبانيا مهييتهم يعكي يعودوا نوات نوات أولية لدولتها للصحراء المستقبلية الززائر هي اللي قالت البوليساريو جيبوا نصارة يعكي نعدلوا معاهم يعكي نديروا الصفقة ولا قدت تحصل على وثيقة مقابلة على أن إسبانيا مارقة من التراب وتراب الصحراويين وعلى أنها تتعطالهم إذن هذا اللي عدلت النوع والززائر هي اللي كانت تدخل وتستجدى المغرب والبوليساريو يعكي توقف البوليساريو عنه 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 الحصارات الززائر هي اللي قلعت من الاتفاقية الثنائية واتفاقية السلام بين موريتانيا والبوليساريو قلعت ذاك البند اللي كانت فيها كان فيها ذاك المرحوم مدهيدانة محمد خونة باغي يعطي له للصحراء بلد يعود نوات ينطرقوا منه نحو توحيد ترابهم والله استكمال توحيد ترابهم ما هو باغي يخليهم والله كانوا هم يخرصوا الشي لهنا الصحراء والله مستقبل لهنا الصحراء ما يخلوهم فمتية نازحين ومحتجزين في ذاك التراب إلى اليوم وشوف شوف شوف إلي انت في إذن الززائر ايش كانت تعدلت الززائر ذلك كان كان معدلا من الاعترافات واللي كان لاحق 64 ولا ما نعرف كم 94 دولار اظهر على انه كان اللامكري كان اللي يندفع له إيجار الشهري والسنوي يا غير منين خلقت الأزمات ووقعت الاقتصاد وتخربت وقضل البيترول ووحلت الززائر في نفوسه ولا تريعطي ذاك ذاك الرصيد اللي كان شاري به ذاك المواقف وراكب شوفته كيف ها استربوا واحد وراكب شوفته كيف ها شعرت تقول سوريات الامهم في الداغل وفي العيون ذهي يقبال ما بينما أها 500 متر إذن هذا العدو هذا هو العدو هذا هو العدو هذا هو العدو العدو هو اللي حرمه للصحراء من على أن إسبانيا توفي بالتزاماتها وتعطيهم حكمهم الذاتي اللي أعطيتهم 18 إيمان ولا خمس إيمان ولا من أعرف كم وتقوم قائمة الدولة وكانت مارك فيها عنها الدافع فيها واللي خسر ذاك لا الززائر الززائر اللي قابضة بخشيمات البوليساريو ووساتها عنها تحفظ النوع اللي ذا هو إذن آتوا برهنك يا قلت عنا مند السين وقالت القيادة عنا مند السين وعنها عدلتنا وعدلتنا بسم الله نحن بعد ذا نقولوا كاشحين وجهنا عنه ونقولوا عنه بطل والاكتافة هو في بلده في يدينا والمجال يتنزالوا بلدهم في ظهرتنا ونقولوا عنه مات فلان بالتعذيب ونقولوا عنه فلان تم إقباره في سمنت تابوتي معدله والله تابوت من الإسمنت المسلح معدله مات فيه واحد وعلق ومرة أنا عدمت وتركها يرتفدوا وواحد عدم قدامنا بالرصاص قصد الترهيب وقلنا على أنه كيف قادت اليوم من تحرمت الله من حيها على أنه إجرام البوليساريو مسك الحد وهو رقاج يرتفد الحبس نتيجة لأنه مولاد خيمتو زين كيف يحلو المكان فإذن الززائر هي العدو اللول وهي هي الجخلاتها للصحراء وأنا بالنسبة لي هي العدو فوق سبك العدو يسوه وشنه أما لقع ذو الثانين أنا ماهم بالنسبة لي شيء ذو الثانين لا مجموعة من المرتزقة في يد الززائر اتحطق بها أجندتها وظهرت وظهرت يا غير نحن لهم بالمرصات والذي قال على أنه يقول مشى عنا وجانا يا بوي أنت من هل لي نمشي عنا كنت من هل لي يعود جيتك؟ الندم على ما فاته والنية ولا يعود؟ لا 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 خفوا شوي خفوا 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 والعدو هي الجزائر يعني تقول أنت عدو المغرب يا الله هناك عدو على الطابل ونشوفوا ما عدل من هذا وما عدل من هذا يا الله بسم الله بسم الله أهل الصحر عدوهم المغرب قطاع عنه لو كان عدو بالكلمة وبذل تشويه وبذل الدنيا اللي تقول انتم وكنتوا تقولوا وشاركوا تقولوا سهل مستغرض أكبر الأغلبية استحقة منهم مستغرض هلا بيذبحها في نهر واحد والله عدفات تذبحها والله قال لها كانت مجموعات مجموعات نهرب بها ومشات بها هكتي ووزات شمن 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 حواجز بشرية في حرب هم وياكم وملي يقولوا للعالم هرعالكم الصحراويين هرعالكم الصحراويين جايين هاربين وهما قطعاً هم صحراويين جايين من المنطقة سابق تسعة وسبعين سابق تسعة وسبعين ما كانوا مثلوا عشرة في المئة من ذيك الناس اللي كانت مقانيتها الجبهة ومعادلتها في طهر حملاء جمع الشمي ما كانت تبثل عشرة في المئة وقطعاً عنها منين اللي ينضم عليها ذاك اللي يخلق عقب اتفاقية السلام عموريتان صحراditان حداً لهم عادوا أبداً لديهم 20 والخمسة وعشرين في المئة من ذيك الناس الذين نزادتهم وليهم عرهم لا تتلقى من هذا العدد ما تتلقى بالطبع هي ززائر البوليساريو قياد البوليساريو اللي وسعتنا على أن خلوا ترابنا وإلا تمت سياسة النابتة للأبد لأن نخلوها إلى الأبد ون تخلوها ما هي الأبد ما لحنا حمد لمولانا رانيا فيها وذل اللي ينطالبوا به لين طالبوا هون من وسطها وذل اللي هنفرضوا على المغرب باشي نحقوه لين حقوه من هون بغل بغوا كرا هاللكرة والبوليساريو لا تمثلنا ولن تفاوض باسمنا ولن نقبل أي حل بين ههية والمغرب يعني منطقتنا ما أننا له نبغوه وهذا قام للعالم مات لباغيه والمنطقة اليوم رأي عادت على شيء ثاني